كما قال الرئيس السيسي أنه أكد لرئيس قبرص على ثوبة رؤية مصر المبدئية إذا أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط وأضاف الرئيس السيسي أنه أكد لنظيره القبرصي على موقف مصر الثابت من القضية القبرصية ودعم مصر لمساعي تسويتها وفقا لمقرارات شرعية الدولية ولقرارات مجلس الأمن كما توفقت مع فخامة الرئيس القبرصي على استمرار التنسيق الوثيق على المستوى السياسي إذا أكافة القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي هذا الصدد أكدت لفخامة الرئيس على ثوبة رؤية مصر المبدئية إذا أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط عن طريق تأكيد التزام كافة الدول باحترام القانون الدولي ومثاق الأمم المتحدة خاصة مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الحقوق السيادية والمياه الإقليمية لكل دول المنطقة كما أكدت لفخامتي كذلك على موقف مصر الثابت من القضية القبرصية ودعم مصر لمساعد تسوياتها وفق مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات السلة ورفض اتخاذ خطوات أحادية من أي طرف بأدف خلق أمر واقع مستحدث بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن اشتركوا في القناة